السلام عليكم ورحمة الله درسنا اليوم رياضيات للصف الأول المتوسط ناخذ الجزء الأول طبعا رادة ومن عندي صفحة 30 نشرح لهم إياه صفحة 30 مراجعة طبعا الفصل هذا ما الفصل مراجعة الفصل الأول يعني مراجعة الفصل الأول ناخذ المثال الأول لدي الحساب الذهني والقوة والصور العلمية استعمل خصائص العمليات لتحسب ذهنيا هنا عدي 23 زائد 46 زائد 4 خلينا نحلها مع عيني 23 زائد 46 وبين قوس زائد 4 زين أول ما أجي أنزل هاي طبعا خاصية التجميع أول ما أجي أنزل لـ 23 مع عيني زائد نحصر هنا نفتح قوس نحصر داخل قوس نقول 46 زائد 4 سويت شنوه سويت خاصية التجميع نزلت لـ 23 وجمعت الـ 46 وهي الأربعة أنزل لـ 23 زائد 46 زائد 4 يطلع لنا 50 نجمع 23 نجمع 23 وـ 50 يطلع لي 73 هذا المثال الأول سويت خاصية التجميع 23 هو بس شي يقول لي يقول لي استعمل خصائص العمليات من يقول خصائص العمليات يعني عدي خاصية التجميع والتوزيع وخاصية التجميع والتوزيع زين هسا هاي 23 وخاصية الإبدال هنا 23 زائد خليت الـ 46 وجمعتها وهي الأربعة نزلت لـ 23 جمعة الـ 46 وـ 54 جمعة الـ 23 وـ 50 يطلع لنا 73 المطلب الثاني شوف إش قايل لي يعني المثال الثاني يقول أكتب الأعداد التالية باستعمال القوى مطين 32 بس أنا ش راح أسوي 32 راح 32 راح أحللها 32 راح أحللها ناخذها على 2 لأن الـ 2 عدد زوجي 3 كم 2 بها 2 يبقى 1 12 على 2 بها 6 ناخذها على 2 2 كم 2 بها 1 6 3 كم 2 بها 1 ماما نسيت 3 كم 2 بها 1 يبقى 1 12 على 2 بها 6 ناخذها على 2 16 كم 2 بها 8 ناخذها على 2 بها 4 ناخذها على 2 بها 2 ناخذها على 2 بها 1 دعنا نحسب كمي 2 1 2 3 4 5 إذن 2 في 2 في 2 في 2 في 2 1 2 3 4 5 يعني 2 أس 5 يساوي 2 أس 5 حلت 32 طلع عنا كمي 2 2 أس 5 كمي 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 2 أس 5 10 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 أس 5 كمي 2 أس 5 10 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 أس 5 دعنا نأخذ المثال الآخر قال لي ستة ألاف يقول أكتب أكتب كل عدد على الصورة العلمية أكتب كل عدد على الصورة العلمية مطيني ستة ألاف أريد هنا بيش بالصورة العلمية يعني شاقول ستة في شقال ألف يعني ش كم صفر كلثة صفارة ستة في ألف إذن يساوينا ستة في عشرة وستة ثلاثة يعني ش كم صفر كلثة صفر واحد اتنين ثلاثة هاي بالصورة العلمية ستة في عشرة وستة ثلاثة أدي تسعمية وعشرة ألف هذا المثال الآخر تسعمية وعشرة ألف ويساوينا أكتب واحد وتسعين في واحد وثنين ثلاثة أربعة تسعمية وعشرة يعني أقول واحد وتسعين في تسعمية وعشرة يعني يقول واحد وتسعين في شكام صفر واحد نين ثلاثة اربعة في عشرة تالاف خليت الواحد وتسعين في العشرة يعني هي قايل لي بالصورة العلمية إذن نضربها لازم بعشرة هنا شكام صفر واحد نين ثلاثة أربعة أس أربعة هسا نجي على التدريبات هاي عيني خليني أشوف التدريبات هاي التدريب الأول يقول استعمل خصائص العمليات لتحسب ذهنيا زين مطيني خمسة واربعين زائد سبع طعش زائد ثلاثة ومحصورة داخل قوسه زين هسا شرح أسوي نفس هاي اللي سويتها هم خاصية التجميع أقول خمسة واربعين معيني خمسة واربعين زائد ونفتح قوس نقول سبع طعش زائد ثلاثة هم نفس هذا المثال اللي خليته زائد يعني نقول خمسة واربعين نزلتها زائد سبع طعش وثلاثة جقيد عشرين نجمع خمسة واربعين خمسة واربعين وعشرين خمسة وستين هذا التدريب الأول ناخذ التدريب الثاني يقول لي أكتب العدد باستعمال القوة باستعمال القوة مطين التسعة واربعين هاي كلش بسيط يعني أحلل التسعة واربعين مين جاي التسعة واربعين جاي من سبعة في سبعة ويساوينا سبعة أس تربيع سبعة أس تربيع هاي من هو هذا التسعة واربعين نجي على يمن الميت ألف ميت ألف ويساوينا زين الميت ألف يعني من مين جايه من عشرة في عشرة في عشرة في عشرة واهثين ثلاثة أربعة في عشرة يعني شكم صفر واهثين اربعة أنا سويت عشر خمسات ويساوينا عشرة اوس خمسة دعني ارى مقالبة التدريب الثالث تدريب الثالث قايلها بالصورة العلمية مش قلت منطيني سبعين ألف سبعين ألف يريد بالصورة العلمية ما اقول سبعة في ألف أي سبعة في عشر تالاف ويساوينا نقول سبعة في عشرة أس أربعة سبعة في عشرة نحسب الاصفار سبعة في عشرة أس أربعة بقاري المثال الأخير اللي هو نقول 8400 ألف شوفوا هذا هذا نقول 84 أنزلها 84 84 أنزلها في نحسب كم صفر نكتب العشرة نحسب كم صفر واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة هاي عيني رادو صفحة ثلاثين حلية الأمثلة مع التدريبات وبالتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر